السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه هي مشاكل رضاعة الطفل من سادي واحد عن الثاني انا الدكتور حزم رجب استشاريتي بالاطفال تابعوني كتير من الامهات بجينا تقول ان الطفل مفضل سادي عن السادي الثاني في كيف يكون ده مشكلة على الطفل وعاوزة تلاقي الحل الطبيعي ان الطفل يرضع من الساديين مع انا بحب اخلي الطفل يرضع من سادي واحد لغاية لما يخلص ممكن يخلص على رضعة ممكن يخلص على رضعتين بعد ما يخلص سادي نتنقل للسادي الثاني ده حقق له العناصر الغذائية المفيدة اللازمة للتطور بتاعه والنمو بتاعه الصحيح طب ايه هي الاسباب اللي تخلي فيه سادي مليء باللمن وسادي ما فيهوش لبن اول حاجة من الطبيع في بعض السادي ده بتلاقي فيه سادي كده عنده ربنا لما فيه كويس والسادي التاني قليل ده ما فيش منه مشكلة مدام الطفل بيزيد في الوزن تاني سبب ان بعض الاطفال بتفضل وضعية للرضاع عن وضعية اخرى يعني لما يجع حطه هنا على الناحية الشمال ما بيحبش يجع حطه على الناحية اللي مين يحبي ويفضل ويرضع خصوصا ما لو عنده زكام عنده برد عنده التهف في الاوزن الوسطى ده هتلاقي الوضعية في العسادي ده مش مزبوطة ومش مستريح فاته طبعا هيخلي الطلب على السادي قليل فاللبن اللي فيه هيبتدي ايه اللي فيه الكمية وينشف والطفل يمسك في اللبن ده في السادي ده ويفضل ان هو بيرضع منه كل مرة السبب اللي بعد كده الطفل بعض التطعيم بيبقى عنده قلم في الحقن فتيجي تنهمه على الجنب ده مسلا يعيط تيجي تنهمه على الجنب التاني يبقى فرحان ويرضع وكويس فده برضه ممكن يقلل الحليب كمان الامهات اللي عندها الحلمة مسطحة او مقلوبة لجوه فالطفل يعين بيعافر عشان يرضع مش عارف فبتطر يزهق من السادي ده ويتجه للسادي التاني فاللبن اللي في السادي فيه الحلمة مقلوبة ده ممكن برضه ينشف كمان بعض الامهات بتحب تردع turحت لالتطفل على الجنبه معين ده بيبقى مريحة في الاعدى فمرة بمرة مع مرة هتلاقى الحليب في السادي التاني مش مستخدم hacيل كمان الامهات اللي عندها مشاكل في السادي انه زي عندها التهاب احتقان خراج ده الالتهابات في الانسجة بتاعت السادي ده بتقلل افراز اللبن طب احنا عاوزين بقى انعالج قلة الحليب في سادي واحد عن التاني اول حاجة الام تعالج نفسها لو عندها احتقان او خراج او الالتهاب في السدي عن التاني ازا كان بالمضادات الحيوة ومضادات الالتهاب. تاني حاجة الام لازم تردع من السديين ونبتدي بالسدي اللي مفهوش حليب لان الطفل بيبقى جعان جدا فحطوا على السدي فايتطر طفل يقعد مصمص من السدي الام فده ينبه هربون الحليب وبالتالي هيزيد افراز اللبن مرة مع التانية. كمان قبل ما نردع لازم نعمل مساج وتدليج للسدي بتاع الام من القعدة ناحية الحلمة لو عمل مارسة الموضوع ده كزا مرة ممكن يبتدي يفرز الحليب. كمان بقى لو احنا بدين من السدي اللي هو فيه كمية قليلة والطفل برضو رافض ياخد منه هنا لازم اجيب شفات يده او كهرابي وشفت كمية الحليب اللي موجودة في السدي ده وديها للطفل. اول حاجة الطفل استفاد من الحليب. تاني حاجة لما اشيل الحليب اللي من السدي ده هيتم افراز كمية اكبر واكبر المرة الجاية. كمان ممكن نغير وضعية الطفل بحيس ان هو يبقى مستريح في الوضعية دي او الوضعية اللي هو بيفضلها بس اردعه من السدي اللي هو فيه كمية قليلة يعني اللي هو بيحب ينام على جنبه اليمين اردعه من السدي ده وهو على جنبه اليمين واردعه من السدي ده وهو على جنبه اليمين برضو. انا كده خلصت الفيديو لو النصائح دي كانت مفيدة لك ما تنسيش تعمل الاشتراك في القناة ويشت شاهية البديو شكرا